فدعماً للمحتاجين الذين يواجهون القمع المفرط وأحكام الإعدام في إيران طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية وتبنى النواب الأوروبيون المجتمعون في جلسة عامة قراراً برفع الأيدي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد النص الذي تم تصويته عليه اليوم يؤكد صراحة وجوب إدراج فيلق القدس وميليشيا البسيج التابعين للحرس الثوري على القائمة السوداء ودعا البرلمان دول الاتحاد إلى إدراج مرشد إيران ورئيسها والمدعي العام وعائلتهم على قائمة العقوبات أيضا وفد مراسل الحدث بأن الاتحاد الأوروبي سيصادق الاثنين المقبل على حزمة عقوبات رابعة ضد إيران